عربت مفوضية حقوق الإنسان عن مخاوفها من تأثير بعض الجهات المتنفذة بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة فيما أكدت رفضها للعودة إلى آلية عد والفرز اليدوي وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في بيان أن مفوضية حقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ ارتفاع الأصوات الرافضة لعملية العد والفرز الألكتروني الأمر الذي يؤكد وجود نوايا عند بعض الجهات السياسية باعتماد آلية العد اليدوي والذي يؤدي بالتالي إلى التلاعب بنتائجها من خلال سهولة تزويرها